موسيقى أهلا بكم إلى النشرة الصحية من الميادين والبداية مع العنوين الولايات المتحدة تجيز استخدام لقاح فايزر بيونتيك للأطفال بين الخمسة عوام والأحد عشر عاما وإطلاق وشيك لتلقيح ثمانية وعشرين مليون طفل في البلاد موسيقى الحزام الناري مرض جلدي ناتج من عدوى فيروسية يصب منطقة الخصر أو أحد جانبيها وقد يظهر بعد شفاء من الجذري موسيقى وتقرير يكشف أنه يجب إغلاق 3000 معمل لإنتاج الطاقة على الفحم الحجري بحلول عام 2030 لإحتواء معدل الاحتباس الحرارية موسيقى أجهزة الولايات المتحدة تستخدام لقاح فايزر بيونتيك المضاد لكورونا للأطفال الذين تروح أعمارهم بين الخمسة أعوام والخمسة عشر عاما ما يفتح الطريقة أمام الإطلاق الوشيك لمرحلة أساسية من حملة التلقيح تشمل نحو 28 مليون طفل في البلاد وإكالة الأدوية الأمريكية منحت هذا الترخيص الطارئة بعد مراجعة دقيقة لنتائج تجارب سريرية أجرتها شركة فايزر على آلاف الأطفال وفي وقت سابق سوت خبراء أمريكيون لمصلحة تلقي الأطفال لقاح فايزر ويمثل رأي هؤلاء الخبراء محطة أساسية في أليات الترخيص في الولايات المتحدة إذ نادرا ما تخالفه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية كشفت دراسة نشرت في ساينس أدبانسز مسار انتشار مرض الزهايمر في الدماغ والدراسة هي الأولى التي تستخدم معطيات بشرية لتقييم السرعة التطورات الجزئية التي تؤدي إلى هذا المرض التنكسي وورد في الدراسة أن تراكمات من البروتينات السامة التي يظن أنها وراء تراجع القدرات الإدراكية المرتبطة بمرض الزهايمر تصل إلى مناطق مختلفة من الدماغ وتتكذس فيها على مدى عقود وتنسف هذه النتائج الفرضية القائمة على أن هذه التراكمات تتكون في موقع واحد وتؤدي إلى تفاعل تسلسلي في مواقع أخرى كما لحظ عند الفئران وقد تنتشر البروتينات بهذه الطريقة لكن هذه الآلية ليست المحركة الرئيسية لانتشار المرض بحسب الباحثين كشف تقرير صدر حديثا أنه يجب على العالم إغلاق ما يقارب ثلاثة آلاف معمل لإنتاج الطاقة على الفحم الحجري بحلول عام 2030 بحسب التقرير الذي نشرته خلية التفكير ترانزيشن زيرو فأن هذا الإغلاق هو إذا أراد العالم التوصل إلى أكثر أهداف اتفاقية باريس للمناخ تفاؤلا الذي يقضي باحتواء معدل الاحتباس الحراري وخفضه إلى ما دون درجة مئوية ونصف الدرجة وأشار التقرير إلى أن أكثر من مليوني ميجاوات من كهرباء الفحم الحجري التي هي قيد التشغيل من دون انقطاع في العالم لا تستخدم تقنية التقاط أو التقاط ثاني أكسيد الكربون وتخزينه إلى الملف الطبي الحزام الناري من الأمراض الجلدية النتيجة من العدوى الفيروسية وهو يصيب منطقة الخصر أو أحد جانبيها وقد يظهر بعد شفاء من الجدري لأن الفيروس يظل غير نشطا في النسيج العصبي قد يظهر الحزام الناري في أي منطقة في الجسم في معظم الحالات يظهر على شكل نطاق أو حزام من الطفح الجلدي يلتف حول أحد جانبي الخصر المسبب الرئيس له هو الفيروس ذاته الذي يسبب الإصابة بجدري الماء أو الحماق يبقى هذا الفيروس بعد الإصابة والشفاء منه في الصغر غير نشط في النسيج العصبي قرب الحبل الشوكي والدماغ لينشط بعد سنوات فجأة ويسبب ذلك المرض تظهر أعراض الحزام الناري فقط على جزء صغير من جانب واحد من الجسم وتشمل هذه الأعراض ألما حكة حساسية شديدة تجاه اللمس إضافة إلى طفح جلدي أحمر مع أن السبب الأساسي لعودة الفيروس لنشطه بعد سنوات من الخمول لا يزال مجهولا إلى أن الباحثين يرجحون أن يكون السبب هو ضعفا في الجهاز المناعي لذا ينشأ الحزام الناري غالبا لدى البلغين أو كبار السن ما من علاج معروف لحزام النار ولكن قد يصف الأطباء بعض الأدوية التي تحد من انتشار المرض وعراضه وبالتالي تسارع من عملية الشفاء وتقلل من فرص تطور مضاعفات للحالة أما منزليا فيمكن للمريض القيام ببعض الأمور التي قد تخفف من عراض المرض مثل الاستحمام بماء بارد استخدام كمادات باردة على موضع البثور ومحاولة التخفيف من مشاعر التوتر الذي يؤثر سلبا على المريض نرحب بالاختصاصية في الأمراض الجرثومية الدكتورة نسرين اقتاش أهلا بك دكتورة وأنت معنا بطبيعة الحال من العاصمة اللبنانية بيروت إذن كنا نستمع لهذا التقرير ولكن أريد أن أعرف منك هل فعلا كما ورد في التقرير هو يصيب أحد جانبي الخسر فقط وفي مساحة صغيرة تحيي لحضرتك أستاذيارة لجميع المشاهدين الفاريسالة زاستور فيروس رح جوبك على سؤالك وارجع أشرف هذا الفيروس لا هو يسيب معظمه هو المناطق التوراسيك المناطق الصدرية أو المناطق القطنية اللي هي الـ Lumber Area اللي هو أسفل الظهر هذا بمعظمه بس 28% ممكن يسيب الوجه بمنطقة العين النطاق العيني نعم نسميه زاستور أوفتالميكوس بس هو ممكن يظهر بأي مكان بالجسم حتى بالمنطقة السفرية يعني بالصاق بس عموما هو يعني أكتر الحالات الواردة هي بالتوراسيك أيريا يعني النطاق الصدري والنطاق القطني اللي هو الـ Lumber Area اللي هي أسفل الظهر عموما فالناس كتير واردة بتشوفوا بهذه الأماكن بس مثل مشارحة الحاضرية ممكن يكون بأي نطاق بالجسم لأنه هو بيجي من العقدة العصبية يعني بيكون الفيروس بايت من سنوات بالعقدة العصبية اللي هي قريبة من النخاع الشوكي اللي هي سانسوري جانجليا يعني نعم طيب دكتورة إذا أردنا أن نعرف يعني كيف يعني كيف ما الأسباب التي تؤدي إلى نشاط هذا الفيروس بعد أن يكون يعني بات لسنوات عديدة كيفها يحصل تماما أول شيء خلينا نشرح نعم ما هو الفيروس وخليني أقول التسميات لأنه الناس عن جاتب تحتار أمرار بالتسميات من كتر ما عنده تسميات نعم هو فيريسالا زاستور فيروس هو واحد على تماني يعني هنا نحنا تماني فيروسات من الهيربيس فيروس فيروسات الهيربيس هو الثالث اللي فيهم اللي نسميها فيروسات الحلقة الأول الحلقة بالهمزة والحلقة الثانية هو فيروس الحلقة الثالث يعني الهيربيس ثري نحنا مثل ما قلتنا عنا تماني أنواع من الهيربيس هو الثالث فعشان هيك من سميه هيربيس أمرار فعشان هيك من سميه هيربيس أمرار فعشان هيك من سميه هيربيس زاستور أو من سميه لزونا بالفرنساوي أو من سميه هيربيس زاستور أو من سميه الشنجل بالإنجليزي أو زنار الناري بالعربي فالناس بتقلو الزونا بتقلو الشنجل بتقله زنار النار أو بتقله الحماق المناطقي. يعني اسمه varicela zoster virus هو فيروس جدرة المي والحماق المناطقي. الفيروس نفسه بيعمل حالتين مرضياتين منفصلتين. اللي هو جدرة المي اللي منشوفها كثير عند الأطفال. وبيعمل زنار النار اللي منشوفها عند القبار بالعمر. بس هو الفيروس نفسه. اللي أكتر المخاطر هو كبر العمر. فوق الخمسين سنة منشوف معظم حالات زنار النار. ما بيعني أنه نحن تحت الخمسين ما منشوفها. لا منشوفها. بس بما ندر أو بدرجة أقل كثيرا من فوق الخمسين سنة. نعم. عنا من الخمسين للستين. عشرين لثلاثين بالمئة من أمراض زنار النار بتصير بهيدا العمر. فوق الستين أكتر من أربعين بالمئة من زنار النار بيصير فوق الستين سنة. نعم. للأشخاص اللي بيصير عمره الستين. أربعين بالمئة رح يصير عندهم فاريسالة زاستور هيربي شينجل. هاي نسبة كبيرة جدا. طبعا. حتى قلتك أنه هو مرض جدا عام. نعم. فوق الـ 85 سنة واحد من الثنين. يعني أي شخص رح يصير عمره 85 سنة. 50% رح يصير عنده زنار نار. يعني واحد من الثنين. 30% من عموم الناس. من عموم الناس كافة رح يصير عنده زنار نار. يعني المقدر بالولايات المتحدة الأمريكية. 1.2 مليون حالة زنار نار سنويا. وهذا الأحصاء كمان يعمم على عموم الكرة الأرضية. 30% من البشرية عامة رح تنصاب بزنار النار. طيب. هل هناك مخاطر أخرى غير العمر. 90% من المخاطر هي مرتبطة بالعمر. أما المخاطر الأخرى. الناس اللي بكون عندهم فقدان منعة مكتسبة. اللي بكون عندهم HIV. الناس اللي بكون عندهم زراعة أعضاء. لأنه بيأخذوا أدوية بتخفيفهم من المناعة. خصوصا اللي بكون عندهم زراعة البون ميرو. النخاع العظمي. الناس اللي بتاخد أدوية بتخفيف المناعة. اللي عندهم روماتورت أرتريتس. أمراض المناعة الزاتية. أمراض الكولون الالتهابي. الغيرجرسومي اللي هو الكرون. السراتف كولايتس. هيدول الناس اللي بتاخد أدوية بتخفيف من مناعتهم. وخصوصا من مناعة التيسل. نحكيين عن المناعة من قبل. في عنا البيسل. يعني المناعة الخلطية والمناعة الزاكرة. اللي هي التيسل. هذه الخلية المناعية الزاكرة تنسى أو نفتقد لها فوق الخمسين يعني بياخد الطفل الـ chicken pox chicken pox هو جدة الماء بالإنجليزة أو كمان نسميه الـ very cell لأنه الناس بتسميه أسباب مختلفة أو جدة الماء أو الـ very cell أو chicken pox الطفل بياخد هذا الفيروس بيعمل مناعة خلطية وبيعمل مناعة الزاكرة هذه الـ T-cell على الخمسين سنة نفقدها وهذا ما يبرر أن الأطفال الذين أصيبوا بجدر الماء هم عرضة للإصابة به يعني هل هم أكثر عرضة عند الكبر بالإصابة به؟ نحن قلنا 30% من عموم الناس يعني إلى الآن نحن بنعرف أنه 30% من عموم الناس يعني واحد من ثلاثة عم حبر قدر دي وكل ما زاد العمر اللي بيصل عمر خمسة فيه نعم ولكن أتحدث عن الذي أصيبوا بجدر الماء وهم صغار يعني هم أكثر عرضة أيضا من غيرهم أكيد طبعا حتى أخبر حتى كيف بتصير وقتها بيصير الطفح الجلدي اللي بيصير بالفاريسيلا زاستر وبيصير عندنا الفازيكل اللي هي الحويسيلا أو بعدين بيصير بثرة اللي هي الباشتشول نحن هيدا على الجلد بيصير هيدا الفيروس يخترق الخلايا العصبية الرفيعة الجلدية وبيرجع خلف للعقدة العصبية اللي هي قريبة من أخاعل الشوكي أو من العمود الفقري وبتنام هناك تكون لاتنت لسنوات لفوق الخمسين سنة فبتخف خلية الزاكرة اللي هي تي سيل فبتخف المناعة بشكل طبيعي يعني ما هو إنه الشخص اللي بينصاب بزنار نار عنده مناعة فاقد المناعة مختلف عن غيره هي بتخف التي سيل فوق الخمسين سنة فهيدا الفيروس يتفاعل نعم وبيصير عندنا زنار نار عشان هيك بنشوفه بشريحة جلدية مناطقية لأنه هو بيجي من العقدة العصبية اللي حكينا عنها فمنشوفه يا بنطاق صدري يا بنطاق الأسفل الظهر عمومة طيب دكتورة من يصاب به هل هو يعني من ممكن أن يصاب به أكثر من مرة؟ recurrent herpes zoster يعني التكرار herpes zoster هي واحد لستة بالمية من عموم الناس نعم ليش؟ هن اللي بيتعرضوا للتكرار أكثر من مرة عادة بيكون هن اللي عن جد عندهم فقدان مناعة يعني عندهم HIV اللي هو فيروس فقدان المناعة المكتسبة يا بيأخذوا أدوية بتخفف من مناعتهم مثل مخبرتي اللي قاعدة بيكون عندهم زراعة نخاع عظمي أو زراعة أعضاء أو اللي بيأخذوا أدوية بتخفف من مناعتهم اللي بيأخذوا للروماتورد أرتريتس أو لأمراض المناعة الزاتية بيأخذوا أدوية بتخفف من المناعة عموما أثاروا وأعراضوا على من لديهم نقص في المناعة ونتحدث عن حالتان إما النقص المناعة الطبيعي الخلية المرتبطة خلية تي تي سيلز كما أسميتها وأيضا من هم يأخذون أدوية تسبب نقص المناعة أو لديهم أمراض معينة من نقص المناعة هل تختلف الأعراض بين الحالتين شدتها مضاعفاتها خطرها طبعا هي الأعراض عادة تكون مثل ما خبرت حضرتك الطفح الجلدي اللي العالم تعرفه وشايفته اللي هو عبارة عن حواسلاته وبتتجمع الحواسلات بيصير بولة وبتعمل بكون الـ background يعني أرضيته أحمرار أمرار ما قبل الطفح بيصير عندنا وجه حاد فالشخص بقول عندي أوجاع فمش معروف شو هي الأوجاع من يومين للتلات يوم قبل ما تبين الطفرة بيصير فيه أوجاع أوجاع بيكون أوجاع شديدة لأنه بكون فيه التهاب عصبي يعني العصب اللي مارع بهذه الشريحة المناطقية الشريحة الجلدية العصب اللي مارع فيها بيكون ملتهب من هيدا الفيروس فبصير فيه وجع ألم شديد داخلي بحسه الشخص وبطلع وما بلاقي شيء عشان هيك أمرار يشخصه وكأنه عنده جلطة صدرية أو أمراض أخرى وبعد يومين تتبين الطفح فبنعرف أنه هيدا هي الزاستر أو الزونا لكفل حضرتك أو ممكن يكون أمرار قليل ما بكون فيه حرارة أو بيكون فيه تعب ما بعد الزاستر ممكن يصير فيه عندنا مضاعفات وعادة اللي بيصير عندهم مضاعفات هن الناس اللي بكون عندهم مناعة قليلة أكتر من غيرهم نعم من المضاعفات ممكن يصير فيه التهابات سحاية التهابات بغشاء دماغ التهابات بالقرنية قرنية العين تلتهاب قرنية العين فبصير فيه عندنا عمى هذا إذا كانت الإصابة في منطقة الوجه بالقرب من العين العمى أحسنتي اللي هو أوفتالمكوس أو ممكن يصير فيه عنده خبرت على أنسفاليتس التهاب بغشاء دماغ أو من انجاية التهاب سحاية أو التهاب قرنية العين أو حتى التهاب شبكية العين فبصير فيه عمى فبقول نخر الشبكية نخر شبكية العين أكبر سبب مسبب فيها هي الفاريسالة زعستر وأمرار بصير فيه عندي شيء اسمه رامزي هانت يعني متلازمة رامزي هانت بصير فيه عندي شلال نصفي على الوجه من وراء الفاريسالة زعستر شلال نصفي دائم شلال نصفي لا ممكن فيه ريكوفر بس عادة هو فيه نوعين من الشلال النصي واحد الهيربيس الحلقة الواحد وحلقة اثنين اللي هني بيشبهه الفاريسالة المسمية بالس بالسي يعني شلال بالس ناس تعرفها. بيكون فيه شلل نصفي ومعظم وهي هذا يعني ناس تشفى منه بس رامسي هاند فيه ناس أمران ما بتشفى منه. فبدال فيه شلل فيه شلل نصفي للوجه. هو مش ستروك. يعني هو مش جلطة دماغية. هو بيكون التهاب بالعصب السابع أو التهاب بالعصب الثامن للوجه. بالزونا أفطان الميكوس اللي هي العين. هو بيكون عادة أننا نقول منبه الأشخاص اللي بيكون فيه عنده طفرات على رأس الأنف أو على جهة من الأنف. طبعا لازم يلجأ للطبيب لفحص العين. لأنه هذا بسموه العصب الخامس. اللي هو الثلاثي. اللي هو عنده ثلاثة برانج. V1, V2, V3. منها بيكون تجي على العين وبتجي على الأنف. فلي بيكون عنده طفرات على الأنف. خصوصا على رأس الأنف. مفروض فورا يفحص العين. لأنه ممكن يكون فيه التهاب بقرنية العين أو حتى التهاب بالشبكة. الفحص المبكر للعين في حال إصابة يقي من الإصابة؟ لأنه أنت بصيرت تعطي أدوية أنتفيرال. يعني بصيرت تعطي الأسايكلافير أو الفلتريكس بالدخل للمريض على المستشفى بتعطيه حبوب. يعني نحن مشكلة نار نار يستحق أنه واحد يأخذ أنتفيرال. لأنه هو ذاتيته بيخلص بذاتيته. بس وإحنا بيكون في عنا مخاطر أن يكون فيه التهابات بقرنية العين أو شبك العين. من فوت المريض على المستشفى ومنعطيه بالعرق أنتفيرال. وبالتالي يقيه من احتمالية الإصابة في العمى؟ يعني لا يوجد ضمان. بس طبعا يجنبه الكثير. مثل كل العلاجات. لا يوجد علاج شافي وافي 100%. بس طبعا هذا هو العلاج المفروض. وطبعا يقيه. وحتى كمان الفاريسالة تصب بجلطات دماغية. لأنه ممكن تعمل التهابات بالأوردة الدماغ. ولكن هذه المضاعفات قليلة. من الممكن المعرض أن ينصاب أكثر؟ لأن هناك ناس عندهم فقدان مناعة. كانوا فقدان مناعة بفيروس. فقدان المناعة. ولا بالأدوة اللي لنا عنهم. أو لأنهم يأخذوا أدوة تخففهم منعتهم إذا عندهم زراعة أعضاء. هل هو معدي هذا الفيروس دكتورة؟ طبعا معدي. طبعا معدي. بس نحن معظمنا يأخذين جذرة المي. يا عبر أنه نحن منصابين بالمرض على زغر. يا أخذين الفاكسين. نعم. اللي بيكون عنده مضادة خلطية موجودة. يعني نحن كلنا نشتغل بالمستشفيات. قبل ما نشتغل بالمستشفيات. يعني من لفحصات. هل لدينا المناعة ضد جذرة الماء أم لا؟ فكل اللي بيشتغل الهالث كير ووركو بيعرفون أن أنا عندي هذه المناعة. فبصير أن أتعرض للمريض بأقل ترتيبات وقائية. أما اللي ما عنده هذه المناعة. ممكن يأخذ من زنار النار. لأنه زنار النار عبر اللمس بيأخذوا وبيجي أيربورن. يعني بيجي عبر الهواء كمان. نعم. فاللي بيكون عنده زنار نار مناطقي أكتر من منطقة. نحن نحن نحطهم بغرف معزولي. ومنلبس كمامات. كمامات الـ N95. يعني كمامات الـ Airborne. كمامات الهواء. مش بس الكمامات اللي هلأ ملبسها للكورونا. لا. الكمامات الـ N95. لأنه ممكن يجينا عبر الهواء. هو عادة الفيروس يجينا عبر الهواء. وبتخلل الأنس يجي لنفوية بالأنف. وبيروح بالدم. وبعدين بيصير عنا لجدرة المي. نعم. فبيصير تفراد جدرة المي. كل شكر لك دكتورة نسري نقطش وأنتي الاختصاصية في الأمراض الجرثومية. كنت معنا من العاصمة لبنانية بيروت. شكرا لكم. مشاهدين على المتابعة نشرة صحية انتهت لهذا اليوم. إلى اللقاء. موسيقى